خلينا نبدأ إفند من النتائج التي حققها البنك خلال النصف الأول من هذا العام بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 2 مليار و 200 مليون جنيه إيه الأسباب اللي قدت لهذه القفزة من وجهة ناظرك؟ أول حقيقة الأسباب كتيرة لكننا نريد أن نبتدي الأول أن نقول أن المجلس الإدارة ده مجلس جديد جي البنك في يناير 2018 وهو جاي بيبني على المجلس الإدارة السابق وبالتالي البنك كان محقق أرباح في العام 2017 حوالي 800 مليون جنيه ففي قاعدة موجودة إحنا بنبني عليها كمجلس إدارة جديد إحنا كانت الخطة بتاعت البنك أنه نركز على قطاعات مختلفة أو تطوير البنك من ناحية أنه نقول أنه يبقى فيه عندنا محفظة ائتمان متنوعة وبالتالي كان التركيز على ائتمان الشركات الكبرى فإننا نحصل فيها نمو بشكل كبير وكمان نحن ننشئ إدارات جديدة داخل البنك الفترة الأولية كانت أول ست شهور كانت فيه فترة في الأول كانت عبارة أننا نتعرف على الأنشطة الموجودة في البنك ونحاول إزاي نحن نطورها وحصل أنه ركزنا على النشاط النشاط اللي هو ائتمان الشركات الكبرى وجزء تاني كان برضو على تنويع المحفظة بتاعت ائتمان الأفراد كمان كان فيه تركيز كبير جدا على محفظة المشروعات السغيرة المتوسطة التركيز على قطاع الائتمان ده كان سبب الأسباب كمان كان فيه تركيز على قطاع الودائع وحصل فيها النمو بشكل كبير والنتائج دي جات من هنا بما أن حررتك بتكلم عن الودائع أيضا نتحدث أيضا عن القروض فيها زيادة 13% تقريبا زيادة المحفظة الائتمان للبنك زادت بالنسبة 13% من 45 مليار لـ 50 مليار ده كانت في المحفظة الائتمان الكلية للبنك وذا كان بيأتي أيضا في إطار السعي لأنكم توسعوا قاعدة الائتمان داخل البنك ممتاز نحب نعرف من حضرتك تفاصيل أكثر عن تركيزكم على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنك القاهرة دائما معروف أنه بيضع هذه الفئة أو هذا القطاع على رأس أولوياته إيه اللي حصل السنة دي؟ إيه اللي طفرة اللي اتحققت؟ هو الحقيقة للبنك برضو علشان يتبع المعلومة دقيقة هو البنك له باع طويل أوي في مشروعات متنهي للصغر ودي كانت يعني نشاط موجود تده من 2004 داخل البنك وفيه محفظة تقريبا بتستحوز على 25% من السوق في السوق ده في المجال المتنهي الصغر إحنا كانت المحفظة تقريبا لما جينا البنك كانت في حدود 2 مليار جنيه في الست شهور دول زادت بيقدار مليار كامل ودي قفزة اللي حصلت غير مسبوقة يعني في الفترة الست شهور الأورانيين المحفظة تقريبا فصل فيها 180 ألف عميل بيأخذوا المشروعات متنهي للصغر ترجمة نانسي قنقر